دكتور مجدي يعني حياة سيدنا نوح عليه السلام مليئة بالمواقف والعظات والعبر لو نبدأ أولاً بطبيعة المكان والزمان والأشخاص وكيف بدأ سيدنا نوح معهم الدعوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد سيدنا نوح عليه السلام ورد ذكره في القرآن الكريم 43 مرة دليل أن هذه القصة متعددة المواقف كثيرة الدروس والعبر في القرآن الكريم إذا تكررت قصة الأنبياء معنى ذلك أن القرآن الكريم يسلط في كل مرة في كل موضع من المواضع على جملة من الدروس والعبر مختلفة عن السورة الأخرى ليكشف لنا القرآن الكريم باعتباره هو الدستور والمنهج لهذه الأمة عن السنن الكامنة في قصص الأنبياء السنن الربانية التي حكمت مسيرة المجتمعات والتي أيضا حكمت مسيرة الدعوات ففي دعوة كل نبي من الأنبياء فيها مواقف لقومه فيها مواجهة يعني بين الحق والباطل فيها أساليب يعني دعوية وقيم تربوية ومعاني حضارية ينبغي لهذه الأمة أن تستخلصها من الدروس التي في هذه القصة سيدنا نوح عليه السلام هو من أولي العز من الرسل لذلك الله سبحانه وتعالى يعني تحدث في القرآن الكريم شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه بعثه الله سبحانه وتعالى في قومه باعتبار أنه كما يقول أهل التفسير أول رسول فآدم عليه السلام بعث نبيا في بنيه في عائلته فسيدنا نوح عليه السلام يعني بعث في قومه وكان أول رسول كما ذكرنا قبل قليل والله سبحانه وتعالى جعله كما قلنا من أولي العز من الرسل لماذا؟ لأنه قد واجه عنادا كبيرا وإصرارا من قومه على عدم الإيمان ولذلك سورة نوح في القرآن الكريم سورة كاملة عنونت وسميت باسم هذا النبي العظيم أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه فنوع لهم في الأساليب ونوع لهم في اختيار الأوقات التي يدعوهم فيها إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى سجل ذلك القرآن الكريم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا في الليل والنهار كان يدعوهم في العلن والإصرار كان يدعوهم فمع ذلك فلم يزدهم دعائي إلا فرارة فلم يزدهم دعائي إلا فرارة وكانوا ماذا كانوا يفعلون عند خطاب نوح عليه السلام كانوا يستغشون ثيابهم يضعون ثيابهم على رؤوسهم حتى لا يسمعوا كلام نوح عليه السلام هذا إمعان في الإصرار على الكفر ومع ذلك نوح عليه السلام يعني لم ييأس من إيمان قومه ولم يحبط من إصرارهم على كفرهم وعنادهم فبقي عليه الصلاة والسلام يعني يدعوهم كما ذكرت في بداية الحلقة أنه استمر عمر الدعوة لنبينا نوح عليه السلام تسعمائة وخمسين عام فلبث فيهم ألف سنة عمر الدعوة من هذه الألف تسعمائة وخمسين ألف سنة إلا خمسين عام إلا خمسين عام